بدوره اعتبر اتلاف الأساس العراقي أن ما يتعرض له رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بسبب أزمة رئاسة البرلمان اعتبره تسقيطا سياسيا وأكد لاتلافه في بيان له أكد أن المندلاوي والذي يعتبر أحد مؤسسيه أن نائب رئيس البرلمان مع الاستحقاق السياسي للمكون السني وأضاف البيان أن ما شهدته الجلسة من فوضى عارمة حالة المجلس إلى سحة صراع بين المكون المعني باستحقاق الرئيس ولم يكن لا نائب الرئيس ولا أي طرف آخر سببا في نشوبها معتبرا أن البعض ينتهج رمي المسؤولية باتجاه رئاسة المجلس في حل مشكلة تسمية رئيس المجلس بدل تحملها وعشر البيان إلى أن خلط الأوراق لا ينتج سوى المزيد من التأخير غير المبرر مهيبا بقيادات الكتل السنية أخذ زمام المبادرة والانفتاح على بعضها الآخر لحل حالة الأزمة بدل تعقيدها وأن لا يحمل وجهات أخرى عدم توافقهم